أعلن أحد عشر مسجونا في قضية اكتحام مجلس الأمة إضرابه معان الطعام اعتبارا من بعد ظهر اليوم وذلك بهدف لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لوضعهم معتبرين أن سجنهم يفضح تناقضا في موقف الحكومة المعلن عالميا مع ما تمارسه في الواقع وقال المضربون نوى من بينهم النائب وليد الطبطباء والنائب السابق سالم النملان في بيان لهم أنهم فوجئوا بتجديد المندوب الدائم للكويت في مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام حرية التعبير وتظاهر السلمي وأن الحكومة لن تألو جهدا خلال عضويتها في مجلس الأمن بالامتثال والالتزام الكامل بأهدافه ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة هذا وتضم قائمة المضربين إضافة لأطبطباء والنملان كل من محمد البلهيس وحسن الاسباعي وراشد الفضالة والدكتور مشاري لمطيري ووليد الشعلان ونواف الخلاف وفلاح لمطيري وعبد العزيز الفضلي وأحمد لمطيري